اشتركوا في القناة الوحدة الاولى والثانية اليوم الثالثة اللي هي النص المنطوق التاحة بالجد والعمل نحقق الامل قرر ناصر ومصطفى التسجيل في مركز التكوين المهني املا منهما في الالتحاق سريعا بالحياة العملية ورغم رغبة اوليائهما بدخولهما الجامعة الا انهم لم يعارض اختيارهما وماهما الا سنتان من الممارسة والميران حتى اصبحا مؤهلين لاستخدام وتسيير العديد من الالات الصناعية حصل الرافقان على قرض من الدولة وقاما بانشاء ورشتهما الخاصة بتدوير البلاستيك واعادة تصنيع القارورات البلاستيكية بمختلف انواعها وبفضل تعاونهما وجديتهما وعملهم الدؤوب اصبح من توجهما رائجا وتزايد عليه الطلب لجودته فكبرت ورشتهما شيئا فشيئا لتصبح مؤسسة صناعية تنتج حاويات البلاستيك الكبيرة وتوظف الكثير من العمال وبالتالي توفر دخلا للكثير من العائلات بالاضافة الى مساهمتهما في حماية البيئة لقد اصبح ناصر ومصطفى مفخرا لذويهما وقدوة لأقرانهما فالنجاح في الحياة ليس مرهونا بتحصيل الشهادة الجميعية فقط انما هو مرهون بالمثابرة والاخلاص في اي ميدان نختاره طيب الاسئلة اللي رمضي لنا هنا يا فالنص لما تقتصر فائدة المشروع على صاحبيه لم لم تقتصر مشروع الحمد لله لم تقتصر فائدة المشروع على صاحبيه بل شملت اشخاصا كثر استمع الى النص مرة اخرى ثم اذكر ما يؤيد ذلك ما يؤيد ذلك الجواب فائدة المشروع شملت عدة اشخاص العمال والموظفون بالاضافة الى اوصارهم وعائلاتهم سؤال ثاني هل هل النجاح في الحياة مقتصر على حاملي شهادات العليا كيف ذلك طيب النجاح في الحياة ليس مقتصرا على حاملي شهادات العليا انما هو مرهون بالمثابرة والاخلاص في اي ميدان نختاره سؤال لبعده ان كنت تعرف قصة نجاح اشخاص بدأوا بامكانيات بسيطة احكيها لزملائك احكيها لزملائك هناك عدة اشخاص بدأوا بامكانيات بسيطة ثم وصلوا الى اعلى المراتب في الحياة وحققوا اكبر الانجازات منهم ديزني ديزني معروف الذي بدأ برسم الفأر وقال لزوجته بان هذا الرسم سيجعلنا اثرياء فضحكت زوجته واستغربت من كلامه وبعد سنوات من العمل والبحث عن الذي يمول مشروع الفيلم الكارتوني ميكي ماوس فرفض من طرف العديد من رجال الاعمال استهزاء بفكرته ومشروعه الى ان وجد من يقبل مشروعه ويشاركه فيه بالمال فابهر ديزني العالم بافلام الكارتون التي اصبحت شهيرة ومطلوبة من كل انواع العالم كذلك رجل لديه حلم تحولت الى فكرة ثم الى واقع بفضل الارادة والعمل والمثابرة طيب رتب خطوات النجاح التي تسمعها حسب رأيك وعلل سبب اختيارك لهذا الترتيب الارادة والعمل المستمر الامان بالفكرة الاخلاص وضع خطة لبلوغ الهدف التوكل على الله التعلم من الاخطاء طيب اولا الامان بالفكرة لابد ان الشخص يؤمن بفكرته وضع خطط لبلوغ الهدف الارادة والعمل المستمر مع التوكل على الله الاخلاص التعلم من الاخطاء طيب عنوان اخر ممكن ندره عنوان اخر نحن نصلق لنا فهم المنطق عنوانه بالجد والعمل نحقق الامل ممكن ندره عنوان اخر المثابرة اساس النجاح المثابرة اساس النجاح طيب يعارض كيف كلمة يعارض في النص بمعنى يخالف يعارض مرادفها يخالف مؤهل او مؤهل مؤهل بمعنى قادر نقول شخص مؤهل بمعنى قادر الدؤوب العمل الدؤوب هو العمل المستمر العمل المستمر اقران امام اقرانه اقرانهم اصحابه قل قاريني اي صاحبي رائجا عمل رائج هو عمل منتشر عمل منتشر طيب نمر للمشهد المشهد كما راكم تشوفوا بالجد والعمل نحقق الامل استحذر ما سمعته من النص المنطق وعبر عن المشهد كما راكم تشوفوا دايما ننبه التلاميذ انه يعبر على جميع التفاصيل حتى تفاصيل صغيرة كما راكم تشوفوا هذه هذه التفاصيل صغيرة يحاول يعبر عليها من المشهد طيب نموذج الاول لعدنا يقوم ناصر ومصطفى بالعمل بجد ونشاط في ورشتهم الصغيرة التي يقومان فيها بتدوير البلاستيك وصناعة القارورات ثم تطورت الورشة لتصبح مصنعا لصناعة حوية البلاستيك الكبيرة واصبحت هذه المؤسسة توظف العديد من العمال واصبح ناصر ومصطفى مفخرة وقدوة للكثير من الشباب والاهل فالعبرة ليست بتحصيل الشهادة الجامعية وإنما النجاح مرتبط بالمثابرة والاجتهاد والإخلاص في العمل نموذج آخر طيب أشاهد في الصورة ناصر ومصطفى وعمال ورشتهما الخاصة يقومان بتدوير البلاستيك وإعادة تصنيع القارورات البلاستيكية بمختلف أنواعها يرتدون بذلات العمل ويعملون بجد ومثابرة فيقومون بتنظيف المكان من جهة واسترجاع البلاستيك وتدويره وعدم تبذيره من جهة أخرى يا له من مشروع ذكي طيب أستعمل السيغة بالتالي عنده بالتالي في جمل كبرت الورشة وأصبحت مؤسسة صناعية توظف الكثير من العمال وبالتالي توفر دخلا للكثير من العائلات جد لكل عبارة شطرها المكتمل أو المكمل لها وقل مستعملا بالتالي يشتهد الجميع كل في مجال تخصصه اختصاصه عمل الصديقان بكل جد وإخلاص يجمع عمال نظاف القمامة في فترات محددة يبذل الأطباء جهودهم لمعالجة المرضى يحترم المهندس معايير البناء يستحقون الشكر والاحترام علينا احترام أوقات رميها يحافظ على سلامة الناس يتطور المجتمع نجحا في مشروعهما طيب يشتهد الجميع كل في مجال اختصاصه وبالتالي يتطور المجتمع عمل الصديقان بكل جد وإخلاص وبالتالي نجحا في مشروعهما يجمع عمال نظافة القمامة في فترات محددة وبالتالي علينا احترام أوقات رميها يبذل الأطباء جهدهم لمعالجة المرضى وبالتالي يستحقون الشكر والاحترام يحترم المهندس معايير البناء وبالتالي يحافظ على سلامة الناس طيب قال لك أنسج جمل أخرى على المنوال الجمل السابق مستعمل البتالي الآن من عندك من عند التلميذ يجتهد التلميذ في دراسته وبالتالي يكون النجاح من نصيبه ينزل المطر بكفرة وبالتالي يسقى الزرع ويكسر المنتوج تناول المريض الدواء وبالتالي تماثل للشفاء طيب انتج شفويا تحدث عن مشروع تحلم بتجسيده عندما تكبر وتحقق من خلاله المنفع لمن حولك ولمجتمعك ككل ولمجتمعك ككل مستعملا بالتالي فيما يتمثل هذا المشروع ما يفوئد التي سيحققها تنفيذ هذا المشروع اقترح خطة مستقبلية لتصل إلى حلمك معنا مشروع من المشاريع طيب بعدنا هذا النموذج احلم ان اكون في المستقبل طبيبا معالجا بالاعشاب وهذا المشروع له فائدة كبيرة لانه لا يعتمد على الادوية والمواد الكيميائية ولا على الاجهزة المعاقدة فهو يسمى الطب البديل وقد اثبت نجاعته في كثير من الامراض وفي كثير من المجالات الطبية ولهذا انا ادرس النباتة وفوائدها وادرس الطب النبوي وما ورد في القرآن من نبات واجمع ما توصل اليه الطب الحديث عن فوائد بعض النباتات الطبية وما يمكن ان تعالجه لعلي ابرع في هذا المجال وانقذ ارواحا من المرض والهلاك طيب نموذج اخر انا احلم ان اؤسس شركة لصناعة سيارات جزائرية متميزة سيارات يشتريها الجزائري وتصدر الى بلدان اخرى وهذا المشروع سيعود على فوائد جمع في عدة نواحي تشغيل عدد كبير من العمال الشباب كل في تخصصه الميكانيكي والمهندس واللحم والحداد فيستفيدون وتستفيد عائلاتهم كما يعود المشروع بالنفع لاقتصاد البلد عندما نبيع للبلدان الاخرى وننقص الشراء فيستطيع معظم الناس شراء سيارات جزائرية جديدة اثمانها ليست غالية ولأحقق حلمي علي ان ادرس في الجامعة او في مركز التكوين المهني تخصص الميكانيكا ثم اسافر الى الخارج واعمل في هذا المجال لاتعلم حتى اصبح خبيرا في هذا المجال وفي هذا الوقت كله اكون صدقات وابني علاقات فاختار شريكا او شركاء لنكون فريق عمل نبني معا حلم مصنع مصنع السيارات الجزائري في الاخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة